قد أتاك الخير بالنور المبين ونداء الحق من أبهى الخصار من أصول الفقه في دنيا ودين قم إلى الرحمن طوعا وامتثال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليها فضل الصلاة وتم تسلم في أنواع القياس في اللغة وفي الأسباب نقصد بها المصطلحات الشرعية في اللغة فعندنا مصطلحات شرعية مثلا وإنها مصطلحات عرفية تعارف الناس على تسميتها وهناك مصطلحات شرعية تعارف جاء الشريعة بحكمها فهل يقاس هذا على هذا أو لا يقاس كذلك الأسباب هناك أسباب معينة جاءت الشريعة الإسلامية ببيان حكمها فهل هذه الأسباب الشرعية يمكن أن تعدى لغيرها أو لا هذا أنواع القياس صحيح أنه أن القياس في اللغات والقياس في الأسباب لا بد من تعدية الحكم إليها من جهة أننا لا نقف عند المصطلحات وإنما نقول ما هو المراد بذلك لأننا قد ذكرنا لك أن القياس هو عملية الإجتهاد وأنه لا فرق بين الإجتهاد وبين القياس وليس المراد بالقياس هو القياس الفقهي الذي اصطلح عليه علماء الأصل من الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما وجعلوا له أربعة أركان الذي هو الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم هذا هو قياس فقهي وليس هو القياس بمفهومه العام القياس بمفهومه العام هو المقاصد الشريعة ومرادات الشريعة واستعمالات الشريعة وما هو ليس منصوصا عليه فحينما نعدي حكم المنصوص عليه إلى حكم غير المنصوص عليه فهو في الحقيقة عملية قياس فمثلا حينما تأتي إلى قضية الظهار فإن قضية الظهار مثلا القصة الواردة في هذا المنصوص عليها نحن نعديها لكل جميع الأفراد الذين يحكم عليهم الذين جاء منهم عملية الظهار ولا نعتبر هذا من الاجتهاد دون القياس بل هو عملية قياس لأننا نتحقق من وجود الظهار في أفراد الجزئيات وعلى هذا الأمثلة كثيرة جدا فحينما تقول مثلا الحج عرفة فإن نقول أن ركن الحج هو عرفة فلابد من تحقيق الهقوف بعرفة وعلى هذا الأمر فإن حينما ننظر إلى عام هذا العام نحكم به بحكم عام حينما نريد أن نحقيقه على أجزائه فهذا نوع قياس في الشريعة الإسلامية وحينما تأتي إلى لفظ تم تخصيصه من العام فإن نعتبر أن هذا التخصيص هو نوع قياس في هذا الأمر هو استثناء كل ذلك بسبب أن تضييق مفهوم القياس إلى هذا الأمر وهو القياس الفقهي قد أضر بعملية الاستنباط في الشريعة الإسلامية وأنه لا بد من توسيع دائرة دائرة القياس الشريعة الإسلامية من تلك الدائرة التي لا بد من توسيعها هو التوسيع القياسي في اللغات وفي غيرها فمثلا حينما نأتي إلى الخمر الخمر جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمه في القرآن وفي السنة وفي إجماع أهل العلم الخمر هو عبارة عن مسكر هذا الإسكار من جهة هل يعدى إلى مصطلح النبيذ أو لا يعدى إلى مصطلح النبيذ نحن نقيس النبيذ على الخمر في هذا الأمر ونحن نعتبره محرما في هذا الأمر قد نقيسه لأنه علة من علة للإسكار أو أنه ذهاب للعقل أو أنه مضر للصحة في هذا الأمر فالنبيذ لو قيل أن النبيذ هو عبارة عن ما ينبذ في الماء من التمر أو العناب أو غيرها من الأمور فإننا نقول أن هذا النبيذ لا يقاس على الخمر إلا إذا اشتدك الخمر فإنه إذا اشتدك الخمر وأصبحت فيه هذه العلة فإنه يصبح خمر كذلك النباش هل يقاس على السارق أو غيرها الذي ينبش القبور ويأخذ ما في القبور هل يطلق على القياس على السارق أو لا يقاس على السارق كذلك في بعض المذاهب تجد أنه اللواط يقاس على الزنا ويقولون أن كلاهما بجامع أن الزنا هو عبارة عن إدخال حشفة أصلية في فرج غير أصلي ليس مأدونا به شرعا كذلك المسألة في اللواط أنهم يقولون أن التعريف الموجود في الزنا هو موجود في اللواط فهل يعدى حكم الزنا إلى حكم اللواط أو لا يعدى ولهذا ذهب الحنابلة مثلا في إجراء هذا القياس في اللغات إلى أن من عمل عمل قوم اللواط فإنه يأخذ حكم الزنا فينظر هل هو محصن أو غير محصن كما ذهب إليه وجه عند الحنابلة عند الحنابلة في هذا والسبب في هذا هو القياس أن عندك مصطلح شرعي تم تعريفه في هذا الأمر فهذا التعريف في هذا مثلا الزنا هذا التعريف ينطبق على غيره فمثلا تعريف الخمر الإسكار أو إذا اشتد من العنب أو التمر أو غيره كذلك ينطبق على النبي هذا المراد به القياس في اللغات بمعنى أننا نجد لفظا شرعيا قد اصطلح عليه شرعيا تم وضع عقوبة له هذا المصطلح الشرعي الذي فهمناه من الشريعة الإسلامية ينطبق على مصطلح آخر فهل هذا المصطلح الآخر يأخذ حكمه أو لا يأخذ حكمه فالخمر مصطلح شرعي تم معرفته وتحديد ضوابطه بالشريعة الإسلامية هذه الضوابط التي حدد بها الخمر تنطبق على النبيذ فهل يأخذ حكم النبيذ أو لا يأخذ حكم النبيذ الصحيح أنه يأخذ حكم النبيذ هذا بالنسبة للغات أما بالنسبة للأسباب فإن نجد مثلا أن الأسباب أن من أتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى المرأة في دبرها فهل يقاس على ذلك من أتى بهيمة أو لا نص المالكية وغيرهم على هذه المسألة وجعلوها من باب هذا الأسباب فهل اتحاد السبب وإن اختلف المحل هل هو موجب لتعدية الحكم أو ليس موجبا لتعدية الحكم وقس على ذلك الأمثلة كثيرة في الأسباب التي أوردها الشريعة الإسلامية فإنك تجد بعض الأسباب التي أوردتها الشريعة الإسلامية وجعلت لها عقوبة هذا هو السبب العقوبة فهل يقاس عليه هذا الأمر أو لا يقاس عليه الأمر مثلا حينما نأتي إلى المرأة إلى من أكل أو شرب ناسيا هذا السبب من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان هذا سبب على أنه لا يفسد صومه وهو أنه ناسي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النسيان سبب في عدم فساد الصوم فهل ينقول أن هذا النسيان الذي موجود عليه يدخل فيه من أكل غافلا ويقاس على النسيان بجامع الغفلة بينهما المخطئ هل نقول أنه يقاس على النسيان بجامع الغفلة منهما كلهما وأن سبب النسيان الذي لم يفسد الصوم هل يدخل فيه المخطئ الذي أكل مخطئا بجامع أنه غفل عن الصوم وأنه في أثناء نهار رمضان أو لا يجمع هذا المراد به في القياس في الأسباب وفي اللغات والصحيح أنه يجرى به القياس في باب الأسباب وفي باب اللغات وذلك لأن القياس هو قياس بمقاصد الشريعة بمرادات الشريعة بالمصالح بالمفاسد وليس المراد بالقياس هو القياس المتبع الذي تم تداوله في كتب الفقهاء هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ها هنا الوعد تجلى كل حين أرسل البشرى على رحب الوصال من أصول الفقه بالعلم اليقين نرتجي الرضوان في أسمى مهنال اشتركوا في القناة